بسم الله الرحمن الرحيم وقالتكم مشاهدين الكرام بالخير والأنوار والعافية ورحبكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بالقلم الأحمر حلقة جديدة نوصل فيها الحديث عن موضوع الأسبوع الماضي والأسبوع الجاري الذي ناكشنا في سبيل الوقوف على دلالات ورسائل احتفاء الحركة الحوثية الإيرانية بالمولد النبوي وقفنا عليها من حيث كمناسبة ثم تحدثنا عنها كتاريخ أو كممارسة اجتماعية في الأمة العربية وناقشنا أو استعرضنا كيفية الاحتفاء في الشعوب العربية بمختلف مذاهبها وألوانها ثم قررنا هذا بما يقوم فيها الحوثي من خزابلات ثم تحدثنا في الحلقة الثالثة قبل الماضية عن مفهوم النبوة في العقلية الحوثية هم يحتفلون بالموضوع النبوي هل كرسالة للعالمين هل كرحمة للعالمين هل كمبشر هل كنذير هل لأن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم جاء ومنحنا مفاتيح مفاتيح الغيب عن ماذا عن الآخرة عن الحياة هل جاء اللي هو صحيح ما اقترفه من إسرائيل في الأديان هل جاء كمبشر كمندر هل جاء بكتاب وبقرآن كريم حفظه الله يعني هناك قيم نحتفل بها لأسباب النبوة أم دي ما يراه هو في النبوة بأنه جاء ليكون مملكة سلالية وأن الله أرسل محمد ليكون هو ليس خاتم الأنبياء بل أبو الحكام وأبو الفقهاء بنفس النظرة كما ذكرنا بأنه اكتماهي حقيقي بين التدين البني إسرائيل في اليهودية الذي أفسد اليهودية ودمر اليهودية وأنهى رسالة المسيحية من بعده وبين الفكرة التديني الحوثي أو الخميني الذي يعتبد أو يحاول أن يستخدم ويسخر الدين بقرآنه وبإحاديثه نحو تشريع أو صياغة نازية مقدسة تستولي على الحكم وتستولي على القرآن وتستولي على الفقه وتستولي على المقاريد النصر وتستولي على كل مفاتيح تأليه للطائفة تأليف له الجماعة الحلقة الماضية ناكشنا فيه مواضيع أهم جدا حول الكهنوتية وبنية النظام الكهنوتي ومحاولة إقناعنا بأنه هناك التمييز طبقي وأنه هناك اصطفاء إلهي لهذه الجماعة وبأنك نظرية الكمال الإلهي الذي يمتاز الذي هم يدعون ويدعيه نظرية الكمال إلهي الذي جاء بها حسين بددين الحوثي من إيران ثم جاء في ملازم أهل عمراني تحدث عن الخميني بأنه رجل كامل إلهيا طبعا هم يعتبرون سرا بأن الخميني من أهل البيت أو ما لذلك هناك الكثير من الفضائح سنجدها في هذه المسيرة التي تدعي بأنها قرآنية وهي في الواقع الأصل إيرانية في هذه الحلقة سنناقش سبب الصحابة أو إعادة قراءة التاريخ الإسلامي من جديد بمعنى أدق وأحرى حتى لا ندخل في قضية الصحابة وما صحابة هناك لا يوجد سبب للصحابة ليس هناك غبي يعتبر أن هناك سبب للصحابة لمجرد سبب الصحابة إيران لا تبعث كل هذه الأحاديث المسيئة للخلفاء الراشدين لأبو بكر وعمر وعثمان دونا عن معاوية وبني معاوية نتحدث عن الثلاثة الصحابة الكبار الأجلاء المتفق عليهم وأنا لا أمي أمتهم قد خلت يعني العقل الحقيقي هو أمتهم قد خلت لن نحاسبهم الحساب وفق التتين الأساسي هو في السماء وعند الله سبحانه وتعالى فنجد بأن هناك سب للصحابة هو ليس سب لمجرد السب وليس سب لمجرد أن يستفزون أو حتى من أجل أن نكرههم أو يكرهون لا القضية أكبر من مجرد أن هناك سياسي يحكم ممبراطورية فارسية يكون بهذا السماجة بأنه يستفز لمجرد أن يستفزك لا هو يقدم كراءة جديدة للتاريخ الإسلامي بموجبها يطرح منطق تديوني جديد يجعلك تذهب بعيدا إلى أن العرب ليسوا جديرين بحمل الإسلام وبأن هذه الدولة الخمينية يحملها رجل هو المؤهل وهو الجدير وبأن عملائه ومركازه في لبنان وفي لامن وهم أعضاءه وبالتالي علينا أن نسلم سلطة أو سطوة قداستنا إلى هذا الكعبة الجديدة التي يريد أن تكون في طهران بهذا التعقيد وبهذا البساطة هو ما يتحدث فيه كل الملازم وما يتحدث خاصة إذا كرأت الملازم بعقلية تاريخية سياسية صحيحة وقويمة وإذا ما فهمت فقه بني إسرائيل وفقه ما يحدث من جرائم ندخل حتى نستطيع أن نتماشى ندخل مثلا ونحن نأتي برواصل يعني الاحتفاء النبوي جاء بنبي صحابته كفار هكذا هم يعتبرون يعني النبي بحد ذاته هو ليس إلا مصدر النبوة عندهم ليس إلا مصدر للسلطة والتسلط والطغيان واحتكار القرآن وتلويث الدين وإداء قداست في معارك لن تتم استخباراتها البريطانية صنعت الخميني وصنعت إيران أربعين عام ولا نعرف الهاريج وتدمير العرب لا نعرف معركة واحدة ذروا فيها اليهود أو ذروا فيها الصحيونية على الإطلاق فقاعات في جنوب لبنان وحش رجا في صنعاء وعصابات في بغداد هذا ما حدثت إيران تدمير العراق تدمير اليمن تدمير السورية تدمير لبنان هذا هو خلاصة المعادلة لا يوجد أي تدمير لإسرائيل وستستمر السنين وستتظل كل عام هناك مسرحية بين واشنطن وطهران ننظر عملية سبب الصحابة وسبب الصحابة كما قلنا هو إعادة قراءة التاريخ بما يعني بأن هؤلاء أمر أبو بكر عثمان هم وليسوا أكثر من امتدادات صدام حسين جابن عبد الناصر القذافي علي عبد الله صالح كل رجل حكامكم يعربهم كذا أما علي بن عبي طالب هو الخميني وهو امتداداته لأنهم يعتقدون بن الخميني من أهل البيت وهو ليس حتى فارسي هو هندي ونحن لا ندعي الخميني رجل هندي جاء مع الجيش والده جاء مع الجيش البريطاني وجده كان أحد سحرة الهند وتتم تجنيد ابنه والد الخميني في البحرية البريطانية ثم زرعته الاستخبارات في في طهران وظل يعمل في أحد قصور رضا بهلوي أو ملك الهند ثم قتله لأنه كان اكتشف رضا بهلوي بأنه أبو الخميني اكتشف بأنه أحد عملاء الجهاز الاستخباري البريطاني فقام رضا بهلوي بكتله ثم خرج أي طالب خميني هو هذا الشخص الخميني ثم ليثقر لأبوه وكان مدين ويدرس في الصحن الحيدري في العراق قصة طويلة لا يريد الإعلام أن يطلعكم عليها ولكن هذا هو الواقع نتحدث عن سبب الصحابة الآن في مطلع هذا المنص نتحدث أنه يجد بأنه مثلا في ملزمة لحسين بدين الحوثي يقول فيها تسمى تفسير سورة المائدة وهو لا يفسر إلى عشر آيات فيها من سورة المائدة عجن فيها ما عجن وربط فيها ما ربط وأقول لكل هؤلاء المتمنطقين الذين يقولون بأنه ترجمنا القرآن لا نرى فيه ترجمنا القرآن نرى فيه بغبغاء إيران ليس أكثر نقرأ هذه المقدمة يقول فيها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله الطارئ آله وطهرينهم هناك سؤال قبل أن نبدأ في الدرس عن موقفنا من ولاية الإمام علي بن أبي طالب طبعا بداية مباشرة هل كل واحد مننا يتولى الإمام علي عليها السلام توليا حقيقيا إيمانا صادقا وليس في قلبه درة ولاء لأبي بكر وعمر وعثمان هذا مطلع لاحظوا يعني بداية مباشرة للزج في أتون الفتنة التاريخية يعني هو يتحدث في تفسير سورة المائدة ويتحدث في البداية في سؤال قبل أن نبدأ الدرس هل أنتم مولين عن الإمام عليه وليس في قلوبكم أي ذرة وليس في قلوبكم ذرة ولا لأبي بكر وعمر وعثمان سؤال مبكر كمدخل وجارح وقوي حتى يدخل في أمني يعني هناك عداء لأبو بكر وعثمان وعمر لأن إيران ترى في أبو بكر وعثمان وعمر العرب يدعي بكثير من الدلالات بأن عمر خسر في خيبر وضوهزم ولم يستطع بينما عمر هو من فتح بلاد فارس ومبراطية فارس كتاريخ لا تحتاج حتى تلحظهم لأني لا أريد أن كشعب يمني مجرد من أتون الفتن التي مثلا في العراق هناك حرارة في الخطابة الديني نحن في اليمن خطابة أنا معتدر يعني لا نحتاج نحن سبق أحد كل أهل اليمن شايع وعلي وكل أهل اليمن يصلهم يصلهم على كافة الصحابة بلا استثناء ثم يقول هنا لاحظوا هنا يعني لاحظ يقول في هذا المقطع فلهذا قلنا من في قلبه ذرة من أولايا لأبا بكر وعمر لا يمكن أن يهتدي إلى الطريقة التي يجعله فيها من أولئك الذين وصفهم الله بأنهم يحبهم ويحبون ولكن ولن يكون من حزب الله ثم يأتي بالآيات لاحظوا لأن أولئك الذين وصفهم الله ثم يأتي بالآية القرآنية بقوم يحبهم ويحبونه دلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولن يكونوا في حزب الله ومن يتولى الله ورسوله ولذين آمنوا فإن حزب اللهم الغالبون لاحظوا هنا الآيات لا تتحدث عن علي ولا تتحدث عن أمر ولا تتحدث عن أبا بكر ولم ذات هي أسباب نزولها في أي من هؤلاء ولكن كما ذكرت لكم حسين بدردين الحوثي يستخدم منهج اعتباطي استخفافي بعقول الناس يأتي بالنص القرآني ليفسر أفكاره التلفيق التأويلي يعني هو يؤول ما يريد أن يقوله ثم يلفق الآيات بما قال الشروح هو يستبق الآيات في خدمة الشروح وليس الشروح في خدمة الآيات هذا هو أسلوبه في كل ما لازم وبالتالي الذي ليس بليغا ولا عميقا في قراءة القرآن ولا يمتلك عقل نيرا يتساءل فلن يكشف هذا الدجال الكبير الذي جاء من إيران فهو يتحدث منه من قلبه أي ذر أبو بكر ليس لن يكون الله يكرهه يعني التكفير ثم يتحدث هنا في تسويق يعني سبب الصحابة دائما مربوط لديه بعملية تسويق لإيران والتسويق للإمامة الاثنى عشرية وفي هذا النص على سبيل المثال نجد أنه الدعوة إلى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الإيرانية بصورة واضحة نقرأ قال فإذا كانت الشيعة الإمامية كما نراهم الآن وهو يقصد إيران طبعا هم متميزين بين العرب جميعا بموقفهم العالي من بين العرب أليس هم رافعين رؤوسهم من بين العرب في إيران وفي جنوب لبنان لاحظوا هنا مدى التبعية لإيران ومدى التسخير حتى سبب الصحابة في قضية أنه هؤلاء هم عرب أبو بكر وعمر من لديهم يقصدهم يعني الشيعة الإمامية من لديهم ولاية الإمام علي رضي الله عنه وسنكون نحن الزيدييه الزيدية جديرين ولاحظ ثم يأتي لجرة كما ذكرنا يعني هو يستخدم الخطاب لجرة الزيدية يعني من استراتيجيات الحركة الحوثية في الإيرانية في اليمن هي استكداب الزيدية لاقترابها أو لتصنيفها من مداهب ومدارس الشيعة قال وسنكون نحن الزيديين جديرين بأن نكون أعظم قوة منهم لأن ولا أنا يعني أعظم قوة من 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 الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في إيران وفي العرب لأن ولا أنا لإمام علي ولأهل البيت فيما نعتقد هو أكثر إيجابية من ولائهم هم لهم فتلك فقط شدرة من شدرات ولاية الإمام علي المهم وعندما ألقوا وتلك شدرة من الشدرات ولاية الإمام علي أعطتهم هذا المقام العالي وعندما ألقوا بأبي بكر وعمر من فوق جنوبهم واحد وواحد كذا وتولوا عليه لاحظوا الآن إذن نحن أمام عملية دس الزايدية والجرة الزايدية إلى منطقه الذي يعتبر بأنه الذي يأبه من إيران يعني إيران تعتمد سياسة الإستراتيجية على بناء خطاب كهانوتي يعمل على بناء خطاب تيتبع لها تريد أن توجد عاصمة مقدسة من خلالها تسلب الشعوب وهذا الخطاب هو هذا الأساس سب السحابة وابو بكر وعمر هو العودة إلى المربع الأول من التاريخ الإسلامي لعادة كراءة الإسلام وليس لعادة كراءات من جرد التاريخ وهذا من أهم الدلالات التي تأخذها من الملازم فإذن هم يحاولوا تغيير تاريخ النبوي بأسلوب غير طبيعي قال في هذا المقطع هذا كله من أجل من؟ من أجل أبو بكر وعمر طبعا يستسخر من أجل أبي بكر وعمر لأن الآية إذا كانت في هذا المقام المهم وتتحدث عن نوعية عالية جدا من المؤمنين وتكون في علي أبرياء طالب يعني علي أفضل من أبو بكر إذا كان علي أبرياء طالب أفضل من أبو بكر وعمر فهذه هي الطامة هذا يطام على تسعين في المئة من الأمة التي يعتبرونها كارثة عليهم أن يكون عليهم أفضل من أبي بكر وعمر لا نمسخ الآية بكل دفاعها عن أبي بكر ولهذا قلنا من في قلبه ذرة من الولاية لأبي بكر وعمر لا يمكن أن يهتدي إلى الطريق التي تجعله فيها من أولئك الذين وصفهم الله إذن نلاحظ هنا مدى ربطه يعني بأنه مدى ربط أي احترام أو تقدير أولاية لأبو بكر وعمر لأنه اعتبر نوع من الخروق والمروق من الإسلام والفسوق عن الدين الإسلامي كما يقول في هذا المقطع مثلا عندما صرفوها إلى ذلك هم عموا عن الحل فلهذا قلنا سابقا أن مشكلة أبي بكر وعمر مشكلة خطيرة هم وراء ما وصلت إليه الأمة هم وراء العمى عن الحل أليس الطامة هذه الطامة وراء العمى عن الحل الحل هنا لكن من يتولى أبو بكر وعمر لا يرى حلا لا يعرف سبب المشكلة ويعرف سبب المشكلة إذن الرجل هذا يقدح ويصب ويشتم في الصحابة لسبب ولغاية سياسية إيرانية في صناعة الخطاب الكهنوتي الذي يعتمد عليه المشروع الإمبراطوري الإيراني في المنطقة والذي يعتمد على التشيع على أن تكون رابطة للتشيع ولكن هذا التشيع لن يكون التشيع التقليدي هو تشيع ذو أبعاد سياسية تحتكر العروبة وتبني وتعلو بإمبراطورية فارسية وهذا ما أقوله ومن واقع الأخبطة والمهزلة التي يمارسها لاحظ في هذا المقطع يقول هكذا أبو بكر وعمر عثمان علي لكن ما الذي جعلنا نختلف عنهم وفرق بيننا وبينهم ما الذي فرق بيننا وبين أبو بكر وعمر هو أنهم لم ينظروا إلى علي كرجل كامل ونعود هنا إلى مبدأ الكمال الإلهي الذي يعتمد عليه بأن هناك كمال إلهي لأل البيت وبينما هناك نقصان لباقي البشر كما نفس عقلية بل إسرائيل نحن أبناء الله نحن شعب الله المحتار وباقي الأمم كلها أميين كشخص كامل أختاره الله ليكون علما للأمة بعد نبيه فمن هنا يظهر لنا فعلا أثر النظر لهذا الشخص الذي ترتبط به اعتبار كماله أم إذا لم نعتبره كاملا فيصبح لديك مجرد اسم علي جسد حبر على ورق ماذا يوجد في هذا من كمال أيضا كنت أتصفح كتابا للسيد محمد حسين فضل الله لاحظوا هنا هو لا يعود يعني أنا ترأت ملازم حسين بيد الرحوطي لا توجد في طياتها كافة أي عودة أو استشارة لأي إمام سوى للخميني أو لواحد شيئي مثل محمد حسين فضل الله أو لأحد المهدي من المتشددين في تاريخ الزيدية أكثرهم تعصبا متشددين وفي أماكن محدودة وليس حتى في كل فقه إذن هكذا يعتبر الموضوع لابد إذن لابد أن تكون هناك كمال إذن هما ناقصين أبو بكر وعمر وعثمان ولم ينظروا إلى الإمام علي من هو الإمام علي هنا؟ الإمام علي هو الجماعة الآن يتحدث عنها في واقع الأمر التفعيل لهذا الخطاب الكهنوتي والجماعة هذه هي من؟ هي اللعبة بأيد الخميني وهو نظام الدولة الخمينية إذن هذا أهم المقاطع هناك عشرات نصل إلى نهاية الحلقة يعني هناك عشرات الرواسد والمقاطع والأشياء التي تكونون أقوى صراحة من هذا الذي تم اختيارها الآن بسرعة لكن في الواقع سب الصحابة هو البعد الآخر الذي يتشوي صحابة الرسول السلام هؤلاء يحتفلون بالنبوة على أي أساس؟ على أساس بأنهم نازية على أساس احتفاء بيوم النازية بيوم السلالة بيوم الطائفية بيوم التبعية الخميني بيوم التشيع الخميني وليس حتى التشيع المجنون عبر التاريخ عدل أقل عصر الإمامة الإمام يحيى والإمام أحمد كانوا نازيين وعنصرين ولكن لم يكنوا عملاء بد هذه الدرجة وبهذه التبعية التي تجعل منهم ميليشيا تصل إلى عاصمة في ظروف أشهر وتحت إسناد ومؤامرات كالربيع العربي ورولندن وبريطانيا وأمريكا الأكاديب بالوقت أنتهى وقتين هذا الحلقة الحلقة القادمة سنناقش التسويق لإيران النبوة هل هي النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم أم لإيران وماذا كما ذكرنا محمد الحسين لا يذكر إلا علماء إيران سنتحدث في الحلقة القادمة عن تسويق إيران ومعنى النبوة في ظل تسويق إيران أنتهت حلقتين هذا اليوم الرحمة والخلود للزعيم علي عبدالله صالح التحية الجمهوري اليمنية وإلى حلقة قادمة في إذن الله اشتركوا في القناة